تعالوا كده نشوف مع بعض وقت الزهق والحر لزمانة أكلات سريعة نعملها بسرعة ما تخدش معاك وقت طويل تعالي جاربي معايا الوصفة وبنقول في الآخر حتطلع معانا إيه في بولة عندي ونحط البيضة وعليها نسك ببيت الدقيق ونقلبهم جامد جامد ونبدأ ننزل معانا بنسك ببيت اللبن ونقلبهم لحد ما يدوب معانا البيض مع الدقيق وتصير عجينة سهلة وسلسة ومتجانسة ومعلقة بيكين بودر صغيرة ولو العجينة كانت معاك خفيفة بتقدر تنزل معانا بمعلقة دقيق خفيفة يعني معلقة صغيرة من الدقيق علشان العجينة تتجانس معانا طبعا رشة ملح ورشة فلفل اسود وزعتر أخضر لينكيه العجينة وشوية جبنة كانوا زايدين معانا بالديب فريز طبعا جبنة مزرلة جبنة عادية جبنة شيدر اللي موجود عندك حطيه عشوية زاتون أخضر زاتون السود اللي موجود بتحطيهم طبعا هنا في اللحظة هاي حابة زاودي خضار أنا حطيت الفلفل أخضر واستكفيت حابة زاودي الخضار اللي هو الفلفل الرومي بصلايا اللي انت بتحبيه حطيه كده العجينة بتكون معانا جاهزة متجانسة زي ما انت شايفها وتكون بنفس السماكة اللي معانا بتهصل على النار بتكون طبعا ما بتلزقش وحابة زيزة صغيرة وتنزلي بالعجينة بتاعتك على الطاصة على السريع ونبدأ انقلب فيه العجينة لحد ما نسويها في الطاصة تمام تمام وبنغطي الطاصة وبنسيبها على نار خفيفة جدا جدا زي الشمعة لحد ما تبدأ العجينة معاك من تحت حمر وتنشف معاك زي ما تكون يحطها في الفرن وأحسن ومحمرة طبعا زي ما انت شايف هنا سبناها براحتها خالص خالص وهنا بوريكي انه العجينة من تحت اتماسكت وماشاء الله وهنا قلبنا العجينة محمرة وتمام التمام هيك في مية بالمية معاك العجينة بنجيب حبة الجبنة اللي عندك طبعا أنواع الجبن اللي انت عايزها ماكس الجبن جبنها موزرلة اللي موجود عندك ما تكلفي نفسك احنا عايزين حاجة سريعة وحاجة بسيطة زي ما قلتلكو وفي الحر هادا تتاكل في الفطور تتاكل على العشاء على السريع زي ما انت شايفة حطنا عليها شوية الزتون شوية الفلفل اللي مناسب لإلك اعمليه هادا برغبتك انت وبردو سبناها وغطناها لحد ما تاخد معانا السوى من القاع وتحمر معانا وبهيك بوريكي انه الجبنة على الوجه ساحة طبعا الجبنة أنا كنت عحب أقولك انه الجبنة بإمكانياتك كتر الجبنة براحتك قلل الجبنة براحتك أنا بحب أقللها ما كترهاش لإنه ولادي ما بقبلوهاش كتير وزي ما انت شايفة طلعت معانا أحلى بيت زا أحلى فطيرة ما شاء الله عليها تقبليها في فطور تقبليها على غدا على عشاء زي ما بتحبي على السريع الدنيا حر يا جماعة مش مستهلة وقفتنا في المطبخ بالساعات وما شاء الله العجينة زي ما انت شايفها مستوية طبعا أنا مش قادرة أمسيكها بإيدي من سخنيتها كان حقيقة أسيبها شوية لحد ما تبرد وزي ما انت شايف العجينة والجبنة بتمط فيها وبهيك بكون عملتلكو أكلة سريعة وبسيطة وبهيك بكون إرجعتلكو بكل جديد زي ما تقعدتكو باستمرار بتمنى دعمكو ومشاركتكو لصفحته ويعطيكو ألف عافية